تعالوا نعمل مع بعض كريم على البارد لتفتيح ونضارة البشرة وكمان ترطيب البشرة في الشتاء ده افضل كريم ممكن تستخدميه في الشتاء وهيكفيكي لمدة 15 يوم يعني هنعمله كل 15 يوم مرة واحدة فقط بيفتح البشرة شايفين النضارة عاملة ازاي مجرد ما بتدعيه على البشرة تحفة جدا للتفتيح والنضارة بتركه بس المدة ساعة على البشرة وبعد كده بخصله بتلاقي نضارة عمرك مشوفت زيها بعد كده هنستخدم كريم هقولك عليه في اخر الفيديو تحفة هيخلي بشرتك هيحولها من بشرة عادية لبشرة الزجاجية وهيغز بشرتك جدا كمان بيشتغل على التخلص من البعض داكنة وكمان بيفتح بشرتك جدا اول حاجة يا ست الكل ما تنسيش تنبي في التعليقات ولايك للفيديو وشير مع الاصدقاء اضغطي لايك لان بيفرق معايا جدا ويلا بينا نبدأ ونقول بسم الله اول مكون معايا وده هيكون ملك الوصفة بتاعتنا علشان ترطيب البشرة طبعا كلنا عارفين ان الخيار من اكوى المرتبات للبشرة خاصة في الشتاء لازم نستخدم الخيار في كل مسكتنا لان بيرطى بالبشرة جدا وبيمنحها من الجفاف تمام كده هتجيبيه لكده خيار قرب الطبوس عندك في التلاجة هتجيبيها وتغسيلها كويس جدا وتبشوريها وبعد كده هتجيبي مصفة وتصفيها بالشكل دا وطبعا التفل بتاع الخيار دا مش هارميه واقولك هعملك بيه وصفة خطيرة لتنظيف البشرة تحفة بعد كده يست الكل صفناء اخدنا قد خمس معالق من ميت الخيار بالشكل دا وانتو عارفين ميت الخيار دي خطيرة لترطيب البشرة وكمان بتخلصت من البقعة الدكنة وبتفتح البشرة جدا تمام كده تمام بعد كده دول خمس معالق من ميت الخيار هضيف فيهم قطعة من الخميرة ايه خميرة ايوة الخميرة دي خطيرة للبشرة لو تلاحظوا ان انا بدخل الخميرة دي في معظم المسكوات اللي انا بعملها لانها تحفة جدا واي حاجة انا بجربها وبلاقيها حلوة بتجيد نتيجة كويسة بحاول اعملكم منها فيديو واثنين وعشرة كمان لانها فعلا بتفرق جدا في البشرة الخميرة من الحاجات الجميلة جدا اللي فيها بكتيريا نفعة كتير جدا ملايين البكتيريا النفعة فبتغز البشرة بتنور بشرتك بتسمن الخدود بتفتح البشرة جدا لو عندك تسبوات ولا كلف بتخلص منه تماما يبقى سريعا كده قلنا خمس معلق من ميت الخيار قطعة من الخميرة قد خمسين جرام وربع معلقها من السكر طيب يوم مفدق انت ليه ديفت سكر السكر بنرشط الخميرة علشان عايزة يحصل فيها تخمير قبل ما استخدمها وفي نفس الوقت بيدي لما حلوة جدا للبشرة بعد كده ركنتها لمدة عشر دي لما اشتغل فيها التخمير وبعد كده معايا معلقة كبيرة من الحنة البيضة اللي عملناها مع بعض قبل كده وان ده اقوى مبيض للبشرة واستخدميه في كل مسكاتك لان هيفرج جدا في بشرتك ويفتحها كمان ويخلا في منتهى الجميل كمان معلقة من دقيق الخبز ايوا دقيق الخبز بيقفل المسامات وبيفتح البشرة جدا واخيرا نص معلقة صغيرة من عسل الناحل ولو ما عندكيش عسل الناحل ما تقلقش خالص اكتبيلي في التعليقات على المقاون اللي مش موجود عندك وهقولك ايه البديل بعد كده في اي علبة والله برطمون بالشكل ده وبغطيها وبحطها على الرف في التلاجة وهنستخدمها يوميا ايوا يوميا بفرتها على بشرة نظيفة وبتركها لمدة 20 دقيقة او نص ساعة وبعد كده بخسلها وارطب بأي مرتب عندك طيب يام مفدق انا ما عنديش مرتب ولا يهمك استخدم كريم لبانة ذكر اللي عملناها مع بعض قبل كده ده بيفتح البشرة بيرطبها وبيخليها خليها من اي عيوب لو عايزين الطريقة اكتبوا لي في التعليقات واحطوا لكم اللينك في اول تعليق وبس كده مش عايزة مني نقل لايك للفيديو بالله عليك ما تنسيش تحط اللايك